اشتركوا في القناة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيبي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقفاع التشييد والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فضلا عن ترشيد الاستيراد وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قفاعات التنمية المختلفة وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد نصر وما يضمه من قاعات لسيما دار القرآن الكريم بالأضافة إلى اطلع سيادته على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك انشاء محور دار السلام على نهر النيل بمحافظة سهاج بطول 28 كيلو متر فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء خاصة مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين إلى جانب مطار الغردقة فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافية